نروح بقى لحاجة مهمة حاجة عجبتني بصراحة اولا ان احنا عاملين تغطية حلوة بمعنى ادقة هو اهتمام حقيقي من كل الناس الصحافة شاشات التلفزيون الازعات بالمناسبة الدولة كلها على بعضها مهتمة جدا باللعيبة بتوعنا او الرياضيين بتوعنا اللي في دورة ألعاب البحر المتوسط فيه اهتمام شديد الوضوح طيب اتنين تعال نشوف الرياضيين بتوعنا في البحر المتوسط عملوا ايه الرياضيين بتوعنا الحقيقة راجع لنا بميداليات زي الفل تلاتة اصبح في عندنا بطلات كبيرات زي بسانت على سبيل مثال بسانت حميدة بسانت حميدة بتواصل مشوار وسلسلة انجازات اكتر من رائعة في منافسات العدو الجري يعني في دورة البحر الابيض المتوسط او ضحة بحر المتوسط المقامة في وهران في الشقيقة الرائعة الجزائر طيب بسانت بقى عملت ايه لحد دلوقتي اتنين دهب في البطولة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بعد ما كانت هي المتسابقة المتصدرة لسباء 200 متر جري عدو باللغة العربية الفصحة طيب الزمن بتاع بسانت حميدة قدي اتنين وعشرين ثانية سبعة واربعين جزء من مية بسانت حققت بالمناسبة رقم قياسي في سباء المتين متر في دورة الالعاب البحر متوسطية وهران الجزائر بسانت كانت قبلها يعني قبل بتاعة المتين متر خدت الزهبية بتاعة المت متر في زمن قادره احداشر ثانية وعشر اجزاء من مية زي ما انتو شايفين قدامكم الصورة بسانت ترفع عالم مصر زي ما بترفع معاها رصيد مصر لاربعين ميدالية متنوعة حداشر زهب اتناشر فضة سبعتاشر برونز المصريين حصدوا مجموعة من الميداليات ما شاء الله حدس ولا حرك اللي جابوا الميداليات جايبين ارقام زي الفول بالموز بدي لقطات يعني من السباء اللي كانت بتشارك في بسانت جد عجبني بالمناسبة اللقطة بتاعة بسانت لما قامت بتقبيل ايد جزها واحنا مجتمع اعتاد انه مثلا نقبل يدك كبير انا ببوس ايد امي حتى هذه اللحظة ببوس ايد خلاني حتى هذه اللحظة يعني تيجي تقولي بس اصلا خد بالك بقى احنا عندنا نوعية كده في ناس ماركت ايه نحن لا نقبل الايا دي فتلك عادة مش عارف اتت من يا عم انا حر يعني انت هتقول انا حر دي علاقتي بامي وخلاني اللي هم ابهاتي بمعنى اكثر دقة بالنسبة لي يعني فانا ببوس اديهم ادي كل القصة طيب وبالمناسبة تقبيل اليد في العادة المصرية هو تقبيل الامتنان يعني لما بتروح تبوس ايد ابوك ايد امك ايد جدك ايد جدتك ده الامتنان التأدير احساس بانه انتو عملتولي كل حاجة وقدمتولي باديكو الحياة فتحتولي الدنيا فبنزل اواطي ابو سئديهم اللي هو شكرا لليد اللي فتحت لي مسالك هذه الدنيا كله بأمر ربنا سبحانه وتعالى مفيش خلاف ولا اختلاف حتى كله بأمر الله بس فهذه السيدة الفاضلة باسة ايد جزء طلعلك بقى وبتبوس ايد جزء ايه ثم ان الرجالة هي اللي تبوس ايد ست يعني ايه ما اقعني عايزة ليه هيا تبوس ايده هو يا مسئدة هم احرار يا عم انت ايش اخششك ودي حاجة حقيقي غريبة جدا انت مالك والله العظيم او يجي يقولك مثلا ايه والله على رأيه احمد خالد صالح قالك وانتو مالكو حد يسأله يقوله مش عارف مرتك بتعمل اكل قاله انت مالك ودي حيالك وانتو مالكو دي حياتنا بتعمل اكل ما بتعملش اكل حلو وحش هندي مهنة يعني فانت مالك فعلا انت ليه طول الوقت البني ادم اللي مالوش علاقة بالموضوع داخل في قصة او في علاقة واحد ومراته ست وجزء فردت الحقيقة رد رائع قالت لانه تعهدني برعاية ابوية شوف هنا بقى برضو يعني بسانت الحقيقة طلعت مش بس رياضية متفوقة او ما بينقصين فائقة تحقق الزهبيات ما شاء الله عليها لا ده طلعت بترد ردود عشرة على عشرة قالت تعهدني بالرعاية الابوية يا سلام يا سلام حاجة 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 بجد رد زكي جدا من رياضية فائقة نتمنالها باذن الله سبحانه وتعالى انها ترجع لنا بكل الدهب اللي في باريس ان شاء الله في أولمبياد ده 24 بإذن الله وقدها وقدود هي وكل الرياضيين المصريين اللي راجعين من الجزائر بإذن الله لما هيطلعوا على فرنسا هيرجعون بذهب دهب 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 عرأيه استاذ طريق علام ربنا يديله الصح فاكرين انتم كلام من ده دهب 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 كنت أحب البرنامج ده بالمناسبة كان برنامج ده مخفيف وأسئلة كده ولطافة ومحبة مع الناس يعني اشتركوا في القناة